طيب نحن حقيقة في بعض الأسئلة وصلت لنا يعني مكتوبة بيتحدث أحد السائلين عن الصلاة في الصفة الأول وأجرها يعني مرات ما بيتمكن هو يصلي في الصفة الأول ولا في الصفة الثاني وفي وارد أنه الصلاة في الصفة الأول عندها أجر عظيم هل لو صلي في الصفة الأخير أول قبل الأخير هل أجره ينقص نعم المقصود بالصفة الأول هو زوله يجي مبكر ويلقى محل فاضي في الصفة الول ويقعد وهذه اللي بيعمل كدي جي بدري يقعد في الصفة الول سوابه عظيم لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لو يعلم الناس ما في النداء والصفة الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا اللي استهموا عليه يبقى الصفة الول لأنك تبكر تجي ما تجي من الأخر يوم الجمعة ويتخطر الرجابة لقد ما يوصل الصفة الول يجي بدري لقى مكان في الصفة الول والصلي في الصفة الول سواب أكتر وفي كمان الحديث إن الله وملائكته يصلون على ما يامن الصفوف أفضل حتى في الصفة اللوه اليمين الإمام وبعد ذاك الناس يبتدلز الناس ما يجيفه أول ما الإمام مقام الصلاة الإمام يتقدم الناس يكونوا وراء الإمام على جهة اليمين شوي وينشروا شمال يمين لقات ما يملو للحيطة الناس اللي يجيب بعده ما يجيب في نهاية الحيطة ليجيفه وراء الإمام على برض جهة اليمين حتى ولو نفرين ولو نفر واحد يجيبه للإمام على يمن الإمام كده في الصفة اللوه الوراهم ما يمشي بالحيطة هنا ينشرم وهكذا وهكذا نعم ناخد أول محادثة هدفية معنا أخ طارق من خرطوم بحري مرحبا يا طارق نعم لو طارق ما معنا في الخطة الآن نحن نعود لباقي الحديث عن الصلاة في الصفة الأول فضل عزيم زول يبكر يجيب في الصفة الأول وهكذا كل ما تقدم في الصفة الأول يكون سواب أكثر إن الله وملائكته يصلون على ما يامنا الصفوف وهكذا لغاية الآن نعم يعني بناء الصفة يكون في بالنسبة للصلاة يكون من الوسط من الوسط وراء الإمام راء الإمام على يمين أي صفة ولا صفة الأول فقط طبعا الصفة الأول والبعد إن شاء الله لغاية الصفة العشرين كلها تتباني من النص ما فيها نص صريحة للمسألة دي هاي ما طبعا ده ما لحديث نحن ما اختصرنا الموضوع نعم نعم طيبا إحنا حقيقة آآ في برضو سؤال آآ وصلت